أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع ناظره الملطي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة تناولة العلاقات التجارية والاقتصادية تفاصيل المباحثات في التقرير التالي تأتي زيارة رئيس الوزراء في جمهورية ملطة الدكتور جوزيف مسكوت إلى المملكة ذات البعد التجاري والاقتصادي في ضوء تحديات غير مسبوقة يواجهها الاقتصاد الأردني بسبب الظروف المحيطة وتراجع قيمة الصادرات بنسبة تزيد على السبعة في الماء رئيس الوزراء الملطي استهل زيارته بمباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الدكتور عبداللانسور أكد خلال هنسور تطلع الأردن إلى دعم ملطة للمفاوضات الجارية بشأن وثيقة الاستجابة الأردنية مع المجموعة الأوروبية والتي جاءت كنتيجة لمخرجات مؤتمر لندن كما أكد الجانبان على مواجهة خطر الإرهاب والتطرف وضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين رئيس الوزراء الملطي أشار إلى أن الزيارة تحمل دلالات سياسية تتمثل في انخراط ملطة بقضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها مشيرا إلى الجوامع المشتركة بين البلدين والمتمثل بتعزيز سيادة القانون والديمقراطية الزيارة تضمنت لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة بنظيره الملطي جورج فيلا تضمنت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والتطرف إضافة لتطورات الأوضاع على الساحة السورية وأهمية البناء على مفاوضات جينيف للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة سوريا بمشاركة كافة مكوناتها كما تم بحث تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام بين الجانبين جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الملطي والذي يرافقه عدد كبير من رجال الأعمال تضمن افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأردني الملطي الذي بحث بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ووقع البلدان خلاله اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة مالطا بما يفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين وعبر بوابة التجارة والاقتصاد إذ سيمنح التعاون بين البلدين الاقتصاد الأردني شرفة جديدة نحو مزيد من الضوء يبدد ما يعانيه الاقتصاد الوطني جراء الظروف المحيطة